حبيبي أهلا بيك في ناس بتقول موسم للنسيان موسم كان صعب وكان قاسي جدا الظروف كلها حاجة بتشوفها ازاي ايه اللي احنا مسؤولين عنه ايه اللي كان ضدنا ايه الحاجات من جوة القلعة الحمراء وايه الحاجات اللي كانت يعني من أسباب خارجية زي ما بيقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما ذكرت كده احمد ظروف يعني للنسيان قاسية جدا علينا السنة دي لو رجعنا بس للتاريخ وراء شوية انا فاكر يعني ايام توليت الكابتل عبدالصالح الوحش كرئيس النادي ايه كانت ظروفنا صعبة جدا وكنا في المرجز الثلاثاشر والدنيا كانت بيزا ايه لكن سنة وعدت كابتل صالح سليم بعديها مرحومة كابتل صالح طبعا كابتل عبدالصالح الله الرحمن 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 نفس الكلام مع كابتل صالح الظروف كانت قاسية وضع الدوري وقدرنا بردك يعني بالتكاتف طبعا مجلس دارة نظمة ككل عيبة جماهير جاس فني معكبتل حسن حمدي مرينا بردك بنفس الظروف لكن معكبتل محمود الخطيب طالت شوية زادت شوية طبعا هم معذورين كان مجلس دارة لان علم ضغوطات وسترس بشكل كبير جدا خاصة في الولاية التانية لكابتل محمود الخطيب صعب جدا كنت تلعب ثلاث سنين وارا بعد شايف الحالة حالة القلق أو التوتر خلينا أتكلم على الجمهور منطقية يعني جمهور في رقيته كاسبة اتنين دقاوري أبطال وارا بعد وصل لنهاية التالتة ولعبة النهاية في ظروف مش طبعية ومحقق اتنين برونز في كاس عالم ووغد اتنين سوبر أفريقيا ووغد دوري كاس يعني وغد بطولات مش قليلة مش قليلة خالص بالزبط بالزبط لما يحصل ده في موسم بعده هل شايف انه رد الفعل طبيعي أو منطقي أو يوازي حجم الخسارة ولا شايف انه في مبالغة ولا شايف انه أقل من الطبيعي لا يعني انا تملي لما بخاطب بخاطب جمهور نادي الأهلي عايز اطمنه عايز اقوله من حقك تزعل وانت صاحب يعني فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على المنظومة ككل الانتصارات للنادي الأهلي فيها ويمكن انا يعني بدأت الكلام يا احمد عشان اوجه كلامي لجمهور نادي الأهلي ان الزرور دي مرت على اربع رؤساء للنادي الأهلي يعني مرت قبل كده ومرت عليها انا كلاعب ومرت عليها وانا مدرب لكن طبعا كيمة النادي الأهلي وكيمة المنظومة الكبيرة دي ونادي القرن ومئة وخمسة عشر سنة بطولات لا قادر انه يطلع قادر ان السنة جاي بقى موسم موسم